اهلا بكم الى المساء بدأ قادة عسكريون من عضاء التحالف الدولي ضد داعش في العاصمة السعودية اليوم اجتماعا يمتد يومين لتقييم مسال الحرب المعلنة ضد التنظيم اللقاء انضمت اليه تركيا التي كانت قد اعلنت بالامس اتفاقها مع واشنطن على تدريب مسلحي المعارضة السورية على اراضيها ويأتي في وقت تشهد فيه العاصمة الامريكية واشنطن مؤتمرا لمكافحة الارهاب بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء امنيين يمثلون نحو ستين دولة نرحب بضيفينا في المساء معنا من الرياض الخبير الامني والاستراتيجي العقيد اركان حرب متقاعد ابراهيم المرعي ومعنا من الكويت رئيس المنتدى الخليجي للامن والسلام الدكتور فهد الشليمي اما انتم مشاهدين في ممكنكم دائما المشاركة في الحوار من خلال طرح اسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك اذا نرحب بضيفي وابدأ معك دكتور فهد اجتماع قادة عسكريين في الرياض هل يؤشر ذلك على ان هذا الاجتماع هدفه التنسيق الميداني وتوزيع الادوار مجددا في الحرب على هذا التنظيم بسم الله الرحمن الرحيم اود ان احيي ضيفك العزيز والكريم الاخ ابراهيم واحييك اخ فيصل واحيي قناة سكاي نيوز عربية اعتقد ان هذا الاجتماع هو سلسلة من الاجتماعات هي بدأت في واشنطن وبعدين الاردن وفرنسا والمانيا وكان هذا الاجتماع ايضا لتنسيق لكن هذا الاجتماع يبدو لي له نكة خاصة هذا الاجتماع فيه 26 دولة هذا الاجتماع فيه تركيا وهذا الاجتماع قد يكون فيه بنت لقوات برية خاصة تقوم بحروب غير تغليدية لذلك فيه له طبيعة خاصة هذا الاجتماع طبعا الاجتماعات تبدأ بالبتل اسسمنت او الابوريشن اسسمنت تقدير العمليات ماذا عملوا كم وصلوا في عملياتهم كم خسائر العدو اين تتجه مسلكة بعدين يبدون الى العمل المستقبلي او تطوير العمليات بعدين قد يبدون الى مرحلة تحضير لحروب قوات خاصة برية كيف سيكون في رأيك عرض هذا التقييم بعد اشهر من هذه الحملة دكتور فهد دائما في الاجتماعات العسكرية يعرضون اول شيء قوة العدو كم كفاءتها القتالية واين وصلت بعد الضربات طبعا هذا يسمونه بتل اسسمنت تقييم المعركة ايضا تعرض كل دولة وجهة نظرها فيها ايضا يعرضون يتطرق قد يتم التطرق في ما يستجد من اعمال اللي هو ظهور داعش في ليبيا يعني هذه كلها امور موضوعة انا اكد لك ان رئيس الاركان اللي موجود رح يكون خلفه على اليمين رئيس العمليات وعلى الشمال رئيس الاستخبارات في الدولة التي هم يعملون فيها لذلك هو فيه اجتماع مهم طيب استاذ ابراهيم يعني ما هي برأيك الملفات التي تحتاج يعني اكثر من غيرها الى تنسيق بالنظر على تجربة الحرب على هذا التنظيم خلال الاشهر القليلة الماضية بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير جميعا اخي فيصل مثل ما ذكر اخي الدكتور فهد هو سماها بتل اسسمنت هو ايضا تقيم موقف استراتيجي للحملة العسكرية الآن يقيم التحالف منذ بدأ في 23 سبتمبر وحتى اليوم ماذا فعل وما هي المراحل المقبلة التحالف حسب موقع مركز القيادة الامريكية الوسطى سينتكام نفذ 2000 طلعة جوية بمعدل 10 طلعات يوميا تكلفة 1.3 مليار و8.3 مليون دولار يوميا ما هي النتائج ضربات الجوية 6000 قتيل منهم 1200 في كوباري ايضا تدمير 200 منشأة نفط وغاز تابعة لتنظيم الدولة 100 ألف موقع عسكري واستعادة 700 كيلو متر مربع اي واحد في المية وانا اعتقد ان عندما نقول واحد في المية استعادة 700 كيلو متر مربع في سوريا والعراق ولكن التنظيم يمتد الى سيناء وامتد الى ليبيا لذلك يجب ان يكون التقييم دول التحالف لهذه العمليات صحيح الان بعد مقتل معاذ الكساسبة في الاردن وبعد ما تعرضت مصر الى ضربتين من قبل الارهاب الغادر في 29 ناير 31 شهيد في عملية العريش وايضا 21 قتيل الان في ليبيا في غضون 17 يوم فقط لكن اود ان نتوقف عند النسبة الواحد في المئة يعني كيف تفسر هذه النسبة ربما الضئيلة رغم كل هذه الجهود الدولية والمشاركة الواسعة ضد هذا التنظيم هذا دليل وهنا يأتي تقييم قادة التحالف الموجودون هنا في الرياضة اليوم ويقومون بتقييم التحالف ومدى فعالية ضربات الجوية هذا دور قادة التحالف الموجودون والذين يجب ان ينقلوا ان يخرجوا برؤية موحدة وان ينقلوا هذه الرؤية الى قادتهم لاتخاذ قرار مستقبلي الان هذا التحالف بعد تقريبا 4 شهر هو تحالف ضعيف لم يؤتي ثماره ولم تحقق الضربات الجوية ثمارها والان التنظيم يزداد فتكا وشرازة وامتدادا ولذلك الان بما ان الولايات المتحدة الامريكية هي من يقود هذا التحالف فهي عادة وهم يدرسون اخي فيصل هذا في الجامعات الدباع الوطني في الولايات المتحدة وكليات الحرب يقومون الحملة العسكرية على خمسة او ستة مراحل مرحلة التمييد والانتشار وتم الانتهاء منها مسبقا وتأتي مرحلة الحسم في بداية مرحلة الحسم تكون ضربات الجوية ثم يجب أن يكون هناك انتقال أثناء مرحلة الحسم إلى عمليات برية خاصة مثل ما ذكر أخي الدكتور فهد بغطاء جوي يجب أن يكون لدى دول التحالف قبول للانتقال إلى مرحلة عمليات برية خاصة وأن يكون هناك قبول في وجود خسائر بشرية ومادية وهي يمكن أن ننتظر هذه النقطة دعني أشارك أيضا الدكتور فهد تساع دائرة نشاط تنظيم الدولة من العراق إلى سوريا في ليبيا هل يتطلب الآن مقاربة عسكرية جديدة وهل لدى قوات التحالف كما أشار الأستاذ إبراهيم قبول الانتقال الآن للتحرك البري الخاص دعني أقول لك باللهجة العامية إحنا إذا مشينا وراء الأمريكان ترى ما رح نخلص الأمريكان ممشتهين لا يريدون أنهاء الحرب على داعش الآن لا يريدون ثمانية مليون مثل ما تفضل الأخ الدكتور التكلفة اليومية أنت فاكر هم يدفعونها إحنا ندفعها من دول الخليج ما أحد عنده فلوس اللي احنا مفلسين كل الناس مفلسين إلا الخليج هذا رغم واحد رغم اثنين الأمريكان له أجندة أخرى هو شريك معاك في التحالف ويروح عنده أجندة أخرى ثانية أنا في رأيي ويبدو لي أن الحل يجب أن يكون عربيا إسلاميا إذا بنمشي وراء الأمريكان إحنا قالونا طفاء الآبار يستغرق خمس سنوات يوم جونا طفوها الكويتيين بتسع شهور أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك حل عربي تحت مضلة الجامعة العربية صحيح أن هذا التحالف لكن شوف طلعاتهم عشر طلعات جوية في اليوم أمريكا كانت تطلع ألفين طلعة باليوم على العراق بالتالي الأمريكاء متخاذلين في هذا العمل النقطة الثانية أنا أعتقد أن حتى العمل داعش أنا أعتقد أثر على داعش وأثر على داعش سلبيا هذا الامتداد وهذا الانتشار هذا انتشار فكري لكن ليس انتشار عملياتي النقطة الثالثة فيه شكوك يقول لك حرية حركة الناس لهذا السبب يجب أن يتم توحيد البحرية العربية لكل سكتر لكل إقليم من الدول العربية هذه ليبيا يجب أن تكون هناك قوات بحرية تمنع تحرك الأطراف من هذه هذا الحل العربي الطيران العربي موجود لذلك تحييد هذا التنظيم بحرا وهذا مصطلح سيطلع جديد البحر المتوسط الآن معطيهم حرية الحركة وجود أيضا عمليات بحرية لمنع وقطع الطريق على دخول أو خروج في ليبيا أو في مناطق أخرى هذه كلها أمور لكن في النهاية نقول الأمريكان يبقى الأمريكان لا يبني خلصون الشغلة لا يريدون أن ينهونها في شهرين أو ثلاثة أو تسع شهور يبون خمس سنوات ومزيد من الخسائر علينا نقطة مهمة أشرت إليها مسألة التحالف الإقليمي ما رأيك سيد إبراهيم هل تعتقد أن بناء تحالف إقليمي قوي مثلا بين الخليج ومصر سيكون أفضل وأكثر فاعلية من التحالف الدولي والإطار الدولي للحرب على التنظيم أنا أحترم وجهة نظر أخي الدكتور فهد وأتفق معاه في نقاط معينة نعم الأولايات المتحدة الأمريكية وأنا أتكلم بالذات عن الشركات المصنعة للسلاحية المستفيد الأكبر وتتمنى لو تستمر هذه الحرب مئة سنة أيضا التنظيمات الإرهابية كلما طال أمد الحرب كلما زادت تمرسا وزادت تمكنا وزادت تفاديا لأي ضربات جوية ولكن بما أن أصبحت الدول العربية أو الدول الخليج العربي ضمن تحالف دولي فمن الصعوبة بما كان وأنا أتمنى أن يكون هناك تحالف عربي أو إسلامي ولكن بتحليل عسكري وإستراتيجي حيادي بحت نحن في تحالف دولي وإذا كان هناك دور يجب أن تقوم به دول الخليج ودول العالم العربي هي دفع التحالف والولايات المتحدة الأمريكية إلى حسم المعركة طيب لكن إدارة أوباما مترددة جدا وربما المؤشرات أنا بقاطعك فيصل تشير يمكنك الإضافة دكتور فهد إذا تسمحت أنا أقول لك أخالف أخوي إبراهيم يسمح لي المصريين في طلعة وحدة في طلعة وحدة بس ضربوا أهداف خلفت 58 واحد من الإرهابيين هذا رغم واحد الآن الولايات المتحدة كانت متحمسة لشان إسقاط الغذافي وسمحت باختراغ الأجواء وسمحت بالاختراغات الآن هي مترددة على المصريين بس حاولوا المصريين طلعوا عشر طيارات F-60 وطلعات هذه لذلك يعني هما لا يريدون هما يريدون أن يستهلكوا هذه المنظومة العربية الخليجية استهلاك أموال وزيادة في التفرقة يبقى إذا سمعنا الأمريكان ما راح نخلص هما لهم مصالح وحنا مصالح نتلتقي معهم في بعض الأحيان ولكن هما يبدون مصالحهم علينا خلونا نرى طريقة أخرى طريقة عربية طريقة إسلامية لكن دكتور فاد أوباما أعلن عن رغبته في شبكة دولية ضد التطرف وهناك كلمة مرتقبة أستاذ إبراهيم يعني ما رأيك فيصل لا لا فيصل فيصل أوباما ترى مو على شق عملياتي قبل لا يجتمعون أنا أقول لك رح يركز على تغيير الأيدولوجية مقاربة الأقلية داخل المجتمعات تغيير الخطاب الديني لن يتحدث عملياتي أنا عارف الإدارة ننتقل إلى ديمقراطيين نحن قاسرين لدينا منه طيب كيف يمكن للحرب أن تنجح إذا كانت الأساس في هذه الحرب على تنظيم الدولة أو داعش هي الولايات المتحدة وهي مترددة أستاذ إبراهيم أنا أقول أن بيد الدول العربية ودول الخليج أوراق سياسية واقتصادية تستطيع أن تدفع فيها الولايات المتحدة الأمريكية وأن تدفع أيضا دول الاتحاد الأوروبي لبدل مزيد من الجهد ولدفعهم للانتقال إلى المرحلة الثانية حزم المعركة متى يكون هناك استقلال عربي وإسلامي إذا كنت أنا أصنع سلاحي وأصنع طائرة التي محلقة في الجو وأصنع الدخيرة جميع الطائرات التي موجودة لدى الدول العربية والإسلامية هي صناعات أوروبية وأمريكية فلذلك عندما أنت تكون سلاحك موجود لدى من الدول الغربية والأوروبية فضرورة وجود تحالف دولي معهم هو أمر منطقي ولا يوجد ضرر في ذلك أما أن تخرج الدول العربية والإسلامية بتحالف آخر للتعامل مع هذا التنظيم هذه أمنية ولكن على أرض الواقع أنا أعتقد أن بين اجتماع الرياض ومؤتمر واشنطن وما أعلن أيضا عن مؤتمر آخر برعاية العاهد السعودي لأسبوع المقبل هل تعكس هذه اللقاءات اقتراب اكتمال الصورة أو شكل تحرك استراتيجي لهذه الدول أم أن كل هذه التحركات والاجتماعات هي دليل على أن هناك مقاربات مختلفة وتباعد في وجهات النظر بين هذه الدول ومحاولة لإيجاد هذا التقارب بل أنا أعتقد أن هناك تقارب وأعتقد أن ما حدث في الأردن بعد مقتل معاذ الكساسبة والأردن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي دولة ذات حساسية معينة نظرا لقربها من إسرائيل ونظرا لوضع الأردن الجيوستراتيجي أيضا ما تعرضت له مصر وخصوصا في ليبيا وقرب تنظيم داعش من أوروبا عبر البحر البيض المتوسط أعتقد أن المجتمع الدولي سينتكل شاء أم أبا إلى مراحل متقدمة من العمليات وأعتقد أنه لن يتأخر في ذلك طيب دكتور فهد أيضا من الأمور اللافتة هو الحضور التركي هل يعكس ذلك تغيرا في مواقف أنقرة التي كانت تتهم دائما بأنها تتساهل مع داعش وأيضا تسمح بعبور عدد كبير من المسلحين إلى العراق وأيضا سوريا يعني هل كيف تفسر هذا التغيير في موقف أنقرة هو ماكو تغيير احنا نقوله الأتراك يختلفون لا الأتراك فكروا بصوت عالي لمصالحهم هو التركي يقولك أنا ليش أدخل مع التحالف وأتعرض لضربات انتقامية تفجيرات داخل اسطنبول مشاكل مع الإرهابيين أنا لا خليني أنا أحيد الآن تركيا مستفيدة اقتصاديا الاستثمارات فيها والدول الربيع العربي كلها متضررة الغرار يراجعونها استطاعت أن تخلص رهائنها الموجودين واستطاعت أن تلعب دور الميدييتر يعني هم الأتراك فكروا بصوت عالي الأتراك لا يريدون دولة كردية بغربهم ولا يريدون بقاء بشار الأسد يريدون نظام قد يكون يشعر بالجميل نحو تركيا ولهذا سبب هم متحركين لذلك الأتراك ما يهم إذا طالت الحرب لأن الحرب ليست على أرضها بل على العكس هو اقتصادية مستفيد مئات الآلاف من السياح الآن تتدفق على تركيا ليش؟ لعدم وجود الأمان في الدول العربية اللي عندها مشاكل وجود رئيس الأركان طبعا لأن تركيا وافقت سياسيا هذا وعلى استحياء لتدريب خمس تلاف مقاتل لكن إمتى من 2015؟ متى يكون جاهزين ب2017؟ هو يتوافق مع النظرة الأمريكية في استمرار الصراع مدة أطول ما في حل الحل أن نحن نعتمد على أنفسنا إذا كانت عملية السلاح والسبير بارتس أنا أعتقد حملة لمدة أربع شهور أو خمس شهور ما راح تطول ليس مثل ستس أو خمس سنوات مثل ما يقولون فيه إذا كان هناك نية يكون هناك عمل لكن ربطنا أنفسنا مع الأمريكان أستاذ إبراهيم كان يتحدث عن أن مثل هذه الفكرة تبقى حلم وغير مؤثرة أيضا في محاربة التنظيم من الناحية العسكرية ليست حلم أنا أقول لك فيصل أنا أقول لك ليست حلم حينما صار تحرير الكويت سووا فيلق عربي أخذ غطاع كامل أنت تكلم على مليون جندي عراقي كانوا متواجدين صحيح ضربات الجوية الأمريكية لكن إلى متى نكون تحت الابتزاز والأموال تدفع هذا شيء غير مقبول إما أن يتحرك الحلفاء بمصالحنا وبالتوقيت الذي نعتقد أنه يناسبنا لأننا المتضررين الإرهابي على أرضنا المقتول من جنسياتنا أرض العمليات أرضنا هو ليس متضرر هو متضرر أن ينتقل الإرهاب له لما انتقل للإرهاب لهجة الفكرة هذا ما لكن هذه الفكرة تحديدا إلى أي درجة هي قريبة من أدهان القادة العرب أستاذ إبراهيم في رأيك هل هذه الفكرة مطروحة التي يتحدث عنها الدكتور رفاد لو كانت مطروحة لما ذهب سامح شكري إلى نيويورك أنا أقول أن المجتمع أو القادة أو الدولة العربية هي تؤمن وأنا أعتقد أن وجود تحالف دولي أنه شيء إيجابي ويجب أن يتم استغلاله بطريقة مثلة من قبل الدول العربية والإسلامية وقبل دول مجلس التعاون الخليجي أعتقد أن بإمكانهم كما ذكرت سابقا أن يقوموا باستخدام جميع أوراقهم السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لدفع دول التحالف وأن تكون دول التحالف مشاركة دول العظمى مشاركة في هذا التحالف لأن لها دورا قد نقول في ما حصل في سوريا أو في العراق والإرهاب لم ينل فقط من الشرق الأوسط أو من الدول العربية بل امتد من سيدني إلى الدينمارك إلى فرنسا لكن في المنطقة أستاذ إبراهيم عفوا المقاطعة الآن الوضع تغير بؤر التوتر الآن وظهور داعش أيضا انتشر من ليبيا سوريا العراق وأيضا بؤر التوتر حول المحيط العربي ازدادت وأيضا هناك توتر في اليمن مثل هذا التوتر المتزايد كيف يمكن أن يؤثر على شكل الاستراتيجية في المرحلة القريبة هذا ما نبحث عنه المشكلة منذ بداية التحالف يا أخي الكريم ومنذ بداية التعامل مع الإرهاب لم يكن هناك استراتيجية واضحة ودقيقة ولم تكن الحملة العسكرية التي نفذت على تنظيم الدولة على سبيل المثال واضحة معايير البداية معايير النهاية معايير الانتقال من مرحلة إلى مرحلة كانت مبهمة وكانت الولايات المتحدة بدأت نعم دكتور فأد دعني أنتقل إليك بهذه النقطة أوباما كان قد وصف هذا التنظيم أو داعش في بداية أو قبل هذا التحالف بأنه فريق من الهواء هل كان التقدير مختلف حينها باختصار إذا سمحت دكتور فأد شوف الولايات المتحدة لم تكن لديها استراتيجية إذا يقولون أن لدينا استراتيجية هما يكذبون علينا هما لديهم خطة لم تكتب مثل ما تفضل الأخ إبراهيم لما حدد الاستراتيجية لها محاور لها قايات ولها خطة زمنية لها فيزز أوقات لكن أعتقد لهذا السبب يعني لا نثق شوف تعاملهم مع اليمن شوف تعاملهم مع اليمن الآن راضين عما يحدث في اليمن كيف أنت شريكي ومتحالف معاي وأنت راضي على شيء ذرني شوفهم في الملف النووي الإيراني من أحسن ما يمكن في الانسجام لذلك أنا أقول علينا أن نراعي أيضا مصارحنا مثل ما عملوا الأتراك نعم مثل ما عملوا الأتراك لا أن نكون رهينة يمكن ليس السنة هذه لازم السنة القادمة لا نريد أن نربط أنفسنا الحقيقة بالنظام متقلب وإن كانت لنا مصارح طيب بشكل سريع في أقل من دقيقة دكتور فاد أين يتجه مسار هذا التحالف الدولي خلال الأسابيع القليلة المقبلة على الأقل باختصار أنا أعتقد أنا أعتقد رح يكون الضغط على وجود قوات برية غير تغليدية اللي هو قوات خاصة واضح رح يكون هناك أيضا النظرة إلى ليبيا عبر حصارها من البحر رح يكون وجود قوات قد تكون في إقليمنا وجود دول أخرى قد تكون متواجدة هولندا ألمانيا فرنسا إيطاليا بالإضافة إلى أمريكا أيضا وجود قوات مصرية وسعودية وبحرينية بحرينية قد تكون موجودة يعني أتوقع أن يكون هناك شكل لوجود حرب برية ووجود خطة علاقة برية للتعامل خلال الأربع شهور القادمة يعني أستاذ إبراهيم هل الحرب البرية تضمن بالفعل دحر هذا التنظيم وأيضا ردعه نعم أعتقد ذلك أن الحرب البرية ستحسم الأمر والمعركة مع التنظيم بشرط أن يكون هناك توازي وحل الأزمة السورية إذا لم تحل الأزمة السورية فحتى لو كان هناك قوات برية سيبقى التنظيم متواجد أين إيران وأعتقد أني قادة التعامل كل ما يحدث الآن وربما الحوار المباشر مع إيران التي تتهم دائما أنها هي طرف في هذه الأزمات أستاذ إبراهيم طبيعة الحال إيران ظليعة ظليعة في اليمن ظليعة في سوريا ظليعة في العراق ظليعة في كل فتنة في العالم العربي وفي كل إنشقاق قادة التحالف اليوم في الرياض سيخرجون برؤية أعتقد أنهم سينقلونها إلى القادة بحيث يتم التحول إلى مرحلة العمليات العسكرية الخاصة على رأسها القوات العراقية وقوات البشمركة سيكون هناك مشاركة من دول التحالف ستشارك الولايات المتحدة بأعداد رمزية جدا لأن الرئيس أوباما وعد الشعب الإمريكي بأن لا يزجب أبناه في أي حرب مستقبلية برية ولكن سيكون هناك انتقال إلى العمليات البرية الحاسمة مع تنظيم الدولة وسيكون ذلك بضغط من دول الخليج ومصر والأردن على قوات الدول العظمى المشاركة في التحالف أشكرك إذن الأستاذ إبراهيم المرعي العقيدة أركان حرب متقاعد الخبير الأمني والاستراتيجي كنت معنا من الرياض وكل الشكر لضيفي أيضا من الكويت الدكتور فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام شكرا جزيلا لكم مشاركتنا هذا الحوار يمكنكم مشاهدين متابعتنا على موقع سكاي نيوز عربية كما يفتح لكم باب المشاركة برأيكم حول استطاعة الرأي في مختلف قضايا الساعة ويمكنكم زيارة موقعنا على الانترنت والتطبيق الخاص بسكاي نيوز عربية على الايباد وايفون واندرويد والتصويت بما يعكش رأيكم ولمن فاتتوا حوارات المساء العودة إليها متاحة على موقعنا سكاي نيوز ريبيا دوت كوم وبالمساء وبهذا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم وعيدكم مع برنامج المساء يتجدد الأحد في الخامسة بتوقيت جرينتش التاسعة بتوقيت أبو ظبي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر